كي حضرت على الهنودود كنحكي لك واحد لانيكدوت كنت في الانجليس تعرفت على دي باكستاني كانوا يقرأوا معايا كنت مقرأة لأيبوك هون 2006-2008 عرضوني سيدي باكستاني مسلمين عباك وما هنودة صح مسلمين دي لكي تقاسموا الباكستانو الهنودة لأنه الباكستاني سيقوز دولة روليجيون سيقوز دولة روليجيون عرضوني نتعشى معهم قلت لهم داكور ماشي مشكل جي وكل شي نحن نعرفوا بهم يستعملوا بزاف لزي بيس صح هذي وسط هنا في الجزائر؟ لا 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 في انجليطراف انجليطراف سمعكوا هم انتم مكينة مستقارين بزاف كتر هم الهنودودة وفي باكستاني كما الجزائرين في فرنسا عرضوني نتعشى معهم كيشت هم يطيبوا ديجا بلا من دوق خلعت صح ان انشفى يماجور كي تجيب لها زعما ساكتا اي بيس هكذا تعكيلو يشد لها وحد سبع سنين بدا تشتعموا غير بشوية هم يحطوا نص تاع الباكي هذا قعل داخل داخل كوكوتا كيما هادية هيا قلت ماليش داروا لي الجاد شوية باطاطا شوية عاف ساكايا طيب واحد كانوا واحد العشرة هم يكلوا جور كيما احنا المسلمين جور الترادشيون في الارد بليد وكل يوش عدم حافظين عليها ويكلوا بهذه الطريقة ويتقاسموا قاعدك في صحن واحد في طبسي قاعدك واحد هيا بدي تناكل معهم كانوا جميلة والله العالي العادم كانوا جميلة شواربي ولا يخبطوا هكا بعد عمو سنبيلا ما قدرت نأكل كانوا جميلة وما يكلوا مرمان أول مرة تأكل أول مرة تأكل كليد ديجا في في ريستوران أول مرة تأكل أول مرة تأكل أول مرة تأكل